الحقيقة النهاردة حلقتنا مختلفة بعض الشيء يمكن كنا دائما متعودين بيبقى فيه انترو مجموعة من الاخبار ولكن النهاردة الحقيقة هنبتدي بالفقرة الحوارية اللي بتبقى منص التاني من حلقتنا يمكن جمهور النادي الاهلي عضاء الجمهور المهمية عارفين أكتر يمكن جمهور النادي الاهلي المنتشر في كل حتة في مصر وخارج مصر الحقيقة يمكن بنعرف له أكتر وأكتر الألعاب اللي بيحتضنها النادي الاهلي من أحد أهم الألعاب في نادي الأهلي وأقدمها من الألعاب القديمة زي التنس الأرضي وزي السباحة الغطس الغطس من الألعاب القديمة واللي بتمارس في نادي الأهلي من سنين طويلة الحقيقة الغطس قصتها باختصار أنه كان عندنا من أكتر من فترة طويلة جدا لو بكلم من 20 سنة وطالة كان عندنا الحقيقة أزمة كبيرة في الغطس وكنا دايما بناخد ترتيب كويس ولكن ما بنوصلش للأول كان الأول دايما منافسة كبيرة ولكن بتتحسن في الآخر النادي هليوبلس بشكل كبير من أربع سنوات أو خمس سنوات تحديدا للنادي الأهلي يعني اهتم جدا باللعبة دي طبعا تولى المسؤولية كابتن طارق نبيل وبدأ يبني الفريق بدأ يبتدي بالبراعم وكلينها يعني وكلينها الشرف أنه كان في حلقة من خمس سنوات تقريبا مع كابتن طارق نبيل وأيضا كابتن طارق الصغير واتكلموا عن بداية مشروع الغطس في النادي الأهلي طبعا خمس سنوات شغل يازم في الآخر بإذن الله يكلل بالنجاح السنة اللي فاتت فريق الغطس خد الدرع العام في كل الأعمار سواء براعم ناشئين أو عمومي ولكن خسرنا كؤوس في بعض المراحل السنة دي كان لازم يكون فيه تطور وكان لازم يكون فيه شغل أكتر السنة دي برضو خدنا الدرع العام ولكن بكؤوس أكتر كان تسع كؤوس بين براعم وناشئين وعمومي فوزنا بتمانية من أصل تسع كؤوس يعني معنى كده أن أنت مش بتفوز بس بالدرع العام اللي هو مجموع النقاط ومجموع الكؤوس اللي بتاع صحيحها ولكن فوزت بزي ما بيقولوا يعني باقتدار فالنهار دا حلقتنا عن الغطس ويبقى معانا كل يعني الأعمار